موسيقى بالاستضافة الكارفانية دائما منفضل انه يكون الاستضافة تحكي عن موضوع بفيدنا احنا بالبلد والموضوع الطبي بشكل عام هو واحد من الموضوع الهامة والخطيرة فيما يتعلق بحياة الانسان بشكل عام شان هيك اليوم موجود معانا نضال وسامري ميت اهلا وسهلا بكم هم يأسسوا تطبيق بنقدر نستفيد منه كلياتنا في موضوع العناية الطبية تحكو لنا اول اشي عن تطبيق طبكان هلا اول اش من اجل الاسم وايش بالظمت بساوي طبكان طبكان طبيبك من اي مكان هو بسهلك تقريبا اكتر من الشغله بس هي بالبداية التواصل مع الاطباء والمستشفيات والمزودين والرعاية الصحية احنا بنقدم مجموعة من الخدمات منها انه انا بقدر اول شي ادخل على التطبيق اعمل سيرتش على الدكتور اللي انا بدي دكتور جهاز هضمي بدور مثلا على تخصص الجهاز هضمي بطلع لي لستة بالدكاتر اللي مسجلين عنها اللي بقدموا اللي متخصصين بالجهاز الهضمي وبقدر احجز موعد بالعيادة مع الدكتور هاي واحدة من السيرفز اللي احنا بنسميها السيرفز الثاني اللي هي احنا بنسميها اللي هي الريموت كونسلتيشن او اللي هي التواصل مع الطبيب عن بعد يعني بقدر احجز موعد مع الدكتور وعن طريق التطبيق بدفع الكشفية عن طريق الكريزيت كارد او الباي بال او اكتر من طريقة وبقدر اتواصل مع الدكتور برفع الفحوصات او الفحوصات الطبية اللي عندي وبقدر اتواصل مع الدكتور بالصوت والصورة عن طريق الموبايل ابليكيشن او التليفون هاي السيرفز الثاني السيرفز الثالثة اللي هو اللي إلها علاقة بالسياحة العلاجية يعني إحنا بنسوق كمان قطاع الرعاية الصحية لموجودة في أردن مستشفيات وأطباء وغيره بنسوقهم للبلدان العربية والبلدان اللي في المنطقة فإحنا المرضى بيجوا بدخل عنا على التطبيق مثلاً بيدور على علاج معين بطلع لهم مين المستشفيات أو الأطباء اللي بقدموا هذا العلاج بيقدر يحجز مباشرة ويتواصل مع الدكتور سواء ممكن يعمل فيديو كونسلتيشن مع الدكتور اللي هو بالصوت والصورة يحكي مع الدكتور يرتب موضوع العلاج قبل أو ممكن يتواصل معه بزروري بس يزوره في العياد لا ممكن بالضبط ممكن يتواصل معه عن بعد يعني مثلاً مريض في السعودية قبل ما يجي على الأردن ممكن أنه يحكي مع الدكتور ويرتب متى رح ييجي متى أي مستشفى رح يدخل كل الأمور عن طريق مع الدكتور عن طريق الابليكيشن قبل ما يوصل على الأردن هلأ هي الفكرة كانت أنه نحسن المستوى الخدمة العلاجية في الأردن هلأ عن طريق أتمتت هذا القطاع الخاص تعرف كان مرات زمان كتير ييجي المريض من السعودية أو من الكويت أو من قطر ييجي على الأردن وصير يدور على الدكتور على التليفونات مرات متى يتغلب يروح على الدكتور ممكن ما يكون هو المناسب إله لما يرجع بلده كمان ما فيش متابعة للحالة تعته هلأ إحنا 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 عرفنا المريض قبل ما يجي في بلده إيش أطباء الأردن إيش المريض ممكن يستفيد من هذا الدكتور يقدر قبل ما يجي يرفع الفحوصات تاعته يحكي مع الدكتور إذا تأكدت الفحوصات كاملة يقدر يسوي العملية أو البروستجر تاعته بيجي على الأردن إحنا على السيستم كمان فيه إحنا إحنا إيش بسموه التور إوبريتور يزال ممكن يستقبلوا المريض بطريقة 프로فيتشنال فإن وصل مباشرة لليتور أوبريتور في هذا المريض جاي ممكن سولوا ليسيرفكيز كويسة بيستقبلوه وروما في حاجزها وبعدها تبدأ الـ operation الـ operation تكون الغرفة جاهزة للعمليات يكون الدكتور رافع كل شيء يريدون من المستشفى أي ساعة يدخل المريض أي ساعة يدخل المريض المستشفى يحدث عن طريق الـ application نعم 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 الـ system تستطيع أن تقوم بعمل من دكتور إلى المستشفى فلما المريض يحجز مع الدكتور يمكن أن يحول ملفات كله إلى المستشفى أوتوماتيكلي لا يوجد داعي ورقة ورحه تعال حتى لو ترتفع الفحوصات الطبية بالمختبر ترتفع مباشرة على ملف الطبية بالمريض الآن المريض عندما يخلص الـ procedure يرجع إلى بلده يمكن أن يتابع مع الدكتور في الأردن عن طريق الـ remote consultation ويمكن أن يحول الدكتور في الأردن إلى الدكتور في السعودية أو في الكويت أو في قطر لكي يتابع حالته الـ local هناك فهيكا نضمننا أنه تجربة سياحة علاجية كثير كثيرة في البلد المريض ساتسفايد وهذا يؤدي أنه يحكي لجاره لابن عمه لهذا فبصير عندنا حركة صار في عنا حركة وفعلاً هذه الحركة صار معنا الإشي هذا يعني إحنا قبل تقريباً شهر قدرنا فيه مريض ليبيا كان مريض بالقلب فهو ما عرف إشي يسوي فهو شاف تطبيق تاعنا في ليبيا حجز مع دكتور قلب في الأردن طلع بده تغيير ثلاث صمامات في قلبه فعلاً إجعى على الأردن غير الصمامات نجاحة العملية كان كثير مبسوط ورجع وهلأ بتابع مع الدكتور تاعه بس هذا المريض حكله ابن عمه وابن عمه صار بدي يجي أنا فأرده في مرض يعني يعطيكم العافية على هكذا تطبيق رائع بسهل الحياة الطبية يمكن عنا في الأردن بس لن نسأله هل التطبيق مجاني يعني أنا إذا بدي أنزل تطبيق مجاني وإذا أنا مثلاً دكتور بدي أنتسب للتطبيق هل برضو بنتسب بشكل مجاني أو لازم أدفع الآن إحنا بالنسبة للمرضى أو الناس العادين اللي بدي أنزل التطبيق ويحجز موعيد هو مجاني 100% يعني بقدر ينزل التطبيق ومن الأشياء اللي بس حبينا نذكرها اللي هي موجودة بالتطبيق إني أنا لما أبحث عن الدكتور أو ما أدخل على الدكتور بلاقي ملف كامل على الدكتور موجود عنا على الموقع يعني بلاقي مثلاً الدكتور أول شيء وين عنوانه شو تخصصه إيش الشهادات اللي ما أخذها وين شو البوردس اللي معاه شو الفيلوشيبس اللي معاه فبأأخذ سي في كامل تم التبطيق على هاي المعلومات إحنا بنسجلها هاي المعلومات إحنا بنأخذها نتأكد منها وإحنا بنسجلها للدكتور شو شركات التأمينة اللي الدكتور بتعامل معاها شو العلاجات اللي بقدمها الدكتور شو الأمراض اللي الدكتور بتعامل معاها فبدخل المريض عنا طبعاً هاي مش متوفرة في أي مكان يعني بدي أنا معلومات عن دكتور فعلياً مثلاً بدي دكتور متخصص بمجال معين أو عنده خبرات معينة أو شغال بمكان معين ما بلأيها إلا بس عنا تطبيقنا أحنا بنركز كتير ونتعب كتير صراحة يعني بنروع الدكتور أربع خمس مرات عشان نجمع الداتا هاي مظبوط وندخلها عنا تكون صح ونقدمها للناس اليوزرز اللي بدون نستخدم الابليكيشن تبعنا فإحنا هاي الشغلية كلها بنعملها مجانية هل بالنسبة للدكاترة الدكاترة بصراحة عنه بنعملهم ماركتنج بطريقة يعني كتير كتير بروفشنال أول شي من خلال البروفايل البروفايل من خلال إحنا متابعة المريض لما يحجز أو وبعد ما يحجز بنتابع المريض أنه حجاز بنأكد الحجاز مع المريض والدكتور عشان نتأكد أنه فعليا المريض رايح ما كمان نزيد الأوفرهيد على الدكتور فالنسبة للدكاترة إحنا في عنا أكتر من سكيمة بس في عنا تقريبا إشيء زي سبسكريبشن فيز مش كتير غالية بسيطة مثلا الدكتور بيدفعها إذا بدي انتسب لالنتورك أو مثلا ممكن تكون النسبة بسيطة من الكشفية اللي بدفعها المريض لأول زيارة مثلا بيعملها عند الدكتور فهي هي تقريبا كيف عم بشوفوا الإقبال على الابليكيشن من الدكاترة ومن الكستوميز العادية هلأ هي لازم يكون فيه كالترال تشينج هلأ هي زي ما بلشت بمجرات تانية زي النقل وغيره كان أولها شوية صعب بعدين تغيرت الكشف نزوط فإحنا نلاحظ صراحة قاعدين أنه لما بلشنا التسجيل لدكاترة من شهر 11 السنة ماضية كل شهر ضاعف الحجزات يعني كل شهر ضاعف الحجزات يعني تطلع اكسبونيشل قاعدة يعني هي بنغير الثقافة نحن فعليا نغير الثقافة عند الناس لأننا نتعاودين نرفع التلفون ندول على رقم الدكتور ونحكي معه فإحنا هلأ إشي جديد وتقريبا نحن في الأردن نحن متعاودين يعني بجوز نحن في الخليج مثلا في السعودية نحن عمودين أكثر أن يستخدم الموبايل مثلا بكثير شغلات فشغلت أنه أنا أشوف موبايل وألاقي الدكتور وأحجز موعد على الموبايل هلأ بلشت فعلا يعني زي ما تفضل سامر أنه فعليا تضاعف الحجزات كل شهر وأكيد تسهل حياة المريض يعني إذا بره أكيد هلأ أنت مثلا قاعدة أريد أن تنسي تتحجز موعد يوم الجمعة ممكن تشوف الدكتور أكيد فهلأ تتعرفي أنه الآن في الأردن الآن الثقافة المواعيد ليس كل الدكاترة أو المرضى يحترموها يعني هي الطرفين بس هلأ قراجي ولي صار مثلا المريض يبرو عن طريق طبكان الدكتور يدخله على المواعد فصارت شوية شوية الثقافة تتغير هلأ نحن نعتقد أنه خلال مثلا سنة زمان لما يصبح كل المواعد يأتي عن طريق الأبس سوف ننظر طبكان أو غيره سيكون الكالندر لديك المرتب لا يوجد داعة تحكي تليفون كل مرتب يدخل على موعدك لا يوجد داعة السنة ساعة أو ساعتين خاصة الكبار والمشهورين صح أكيد نشكركم على وجودكم اليوم شكرا 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 لكم بهذا التطبيق إن شاء الله تطوروا وكمان وكمان